ده أفضل رد على مصطفى محمد اللي كاتب يقول لك إياه يا جماعة ولازم مش عارف الأشواك وعملناك فيها أحمد عرابي يا أم إهدى يا أم إهدى إعتذر ومش عارفية يقروا التويتر اللي كاتبها مصطفى محمد من شوية يارد حد يبقى تالي تالي لأنكات عندي وضعت يارد لو أحمد عبد الله عنده يبقى تالي التويتر اللي كاتبها مصطفى محمد من شوية البطل مش عارف ايه والنجاح ولا بد ان تدريكه الاشواق ومش عارف طب ازاي كاتب ده وازاي اعتذر يا جماعة في ناس حاولت تسند مصطفى محمد بس مصطفى محمد اش خدم نفسه مصطفى محمد مش خدم نفسه مصطفى محمد تأمر مع العيال دي والعيال دي برمت دماغه والموضوع في ريحة الظلم طحي وعياله وقصة وسخة يعني لانه طبعا بيجي الظهر الحنيل ليه لانه هم اللي كانوا وعدينه بالاحتراف فعلونه تخيل لو احنا عاديين كنا نخليك تحترف فخلاص هو واقع ضحية عجبني جدا حد في التعليقات اللي ايه هو الوجه الاخر لباسم الحاسم عندما اغتر بنفسه ربنا قلب عليه بالدنيا وخلاه في النسيان اه والله العظيم برافو عليك اللي هو احتيلي هو الوجه الاخر لباسم الحاسم حد بيقول لي تويتت مصطفى محمد حد كتبها له اه بقايدك بقايدك والله بقايدك بس دارت اللي قال لك هي اللي بعد واتسهاب يعتذر ما حصلش الكلام ده خالص يا سيد عبد الناصر خد مني الكلمتين دولا والأيام عا تثبت كلامي مصطفى محمد عيفش الفشل زريع هو ابص اه ليس لديه زكاء اجتماعي مدب عامل زي العكف يعني اه كاتم ما بيتحكش أبدا يبعد معاك كأنك انت قدام اه عشماو اللي بيقى من الناس اه واخد مألف في نفسه متعالي على نديه ما استفدش انه راح طنطة وراح هنا وشاف الدنيا وسبحان المؤذ الموزيل ما استفدش من الرباط الصليبي وربنا رجعه لا 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 عايش عايش يا جماعة عايش في الملكوت والعيل دي حكت عليها عايش في الملكوت والعيل دي حكت عليها خدوا مني بس انا لقوا جامل احد والله العظيم نفسي حدي بقتني التويتر بس يا جماعة عاروكم نفسي بس اقرد تويتر للناس نفسي اقرد تويتر لمعرفك حدي بيقول لي بعتها لك بس النت معلق انا عمليه طيب حدي بيقول لي بعتناها لك لو النبي قاريت احمد عبد الله لو معانا يبعتها لي فللأسف الشديد مصطفى محمد شريك في المؤامرة وهذا كلام على مسؤولية الشخصية شريك في مؤامرة رحيله من النادي عايز يرحل بالقوة بالابتزاز بالعافية مش هيقول لك كده مسؤولين الزمالك لانهم محترمين مش هيقولوا كده يعني علشان خطر هدي يا جماعة يبعتها لي يا جماعة هدي كان بعتها لي يا رب دي بدور عليها والله تويتر لفتت نظري لانها مضحكة والله لفتت نظري علشان مضحكة يا رب لقيها بس هدي بعتها لي والله احترت واحد بعتلي يقول لي كنت بطل في حوارك مع وجيه احمد والحوارك الرائع واحد يقول لي انا كرهتك في حوار وجيه احمد يا جماعة ارض الناس ازاي بس اهي التويتر هيبعتها لي صديق المحترم الجميل احمد عبد الله بص اهي 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 التويتر اهي اهي بص النجاح خلق للأكثر صمودا مهما تأزيت ما فيش بطل من غير جروح طب علي النعمة من نمعة ربنا وحيات غلوة محمد ولدي ما يعرف يكتب ما فيش بطل من غير جروح مصطفى محمد لو جحت ست شهر تقي كلمة واحد من العباقرة جابها من اين مصطفى محمد جابها من اين جابها من البلد من عندنا من الفيوم النجاح خلق للأكثر صمودا مهما تأزيت ما فيش بطل من غير جروح يا ابني بيتحكوا عليك والله والله العظيم بيتحكوا عليك والله العظيم بيتحكوا عليك اللي بيتحكوا عليك دول اللي عايزين عمولات وعايزين مصالح واللي اسأل نديه ايوة والله علي يا يسو اي وحد كاتبها له اه ده اسلوب خريق محافي محمد الرئيس صح يا محمد الرئيس اه والله والله العظيم واحد كاتبها له ممكن عباس العقاد عبر يوسف والله العظيم كلامكم صح احسن ناس انتو بتفهموا اقسم بالله مصطفى محمد مع امير مرتضى هم اللي وعدوه هم اللي وعدوه يا جماعة وهم اللي مولئين الدنيا هم اللي وعدوه هم مولئين الدنيا خد بقى بقى الخبر ده عاجل بتروس بورت يرفض استضافة مباراة الزمالك والجونة بعد تصريحات بتشيكو ضد عرضية الملعب ومحاولات للاتفاق خلال ساعات المقبلة اعتذروا بقى اعتذروا بقى مش مش بتشيكو ضدية وعمل فيها الفت النت البيت اه وقال لك الارضية سيئة شوف لك ملعب تاني تنت بتلعب شحاتها يا عام الحج تنت بتلعب عن ملعب شحاتها يا عام الحج ما تتكلم بأدب بص ملعب بيتروس بورت يرفض استضافة الزمالك والجونة يوم الثلاث اه كرمت الارضية ضاعت الوها الوها بيتروس بورت بيرفض استضافة الزمالك وفي مفوضات لإقناحهم